بعز الحرب مطار بيروت وباقي المؤسسات العامة مهددة بالشلل بسبب مصري في لبنان اللي مانع الدولة تشتري الفيول لتشغيل معامل الكهرباء شو القصة؟ من مبارح بلشت الكهرباء تنقطع بالمطار وانتقلت الإدارة لاستخدام مولدات الطوارئ بشكل موقعت وبديت مشاكل التهوئة بالتزامن مع دعوة المغتربين ليصيفوا بلبنان بنفس الوقت طلبت مؤسسة مياه لبنان الجنوبة لاقتصاد باستعمال الماء لأنها متجها للتقنين وقريبا رح تلحق كل المرافق العامة بما فيها المستشفيات الحكومية بمجرد ما يخلص مخزون الفيول بشكل كامل أما البيوت فعم تنحرم من التغذية الشحيحة أصلا سبب هيدا الشلل كله نفاد الفيول من معامل الكهرباء وهالشي ما خصه لا بالانهيار ولا بنقص التمويل بالعكس تماما الدولة عم تحقق فوائد مالية كبيرة لحد آخر حزيران بلغت قيمة ودايع الدولة بمصري في لبنان 4.48 مليار دولار بس مصري في لبنان محتجز هالأموال ومانع الدولة تصرفها بهالطريقة عم يسحب مصري في لبنان الليرات من السوق وعم يستعملها ليشتري دولارات ويزيد احتياطاته بالعمل الصعبة من دون ما يطبع كميات جديدة من السيولة بالليرة ويأثر على سعر الصرف حاكم مصري في لبنان بالوكالة وسيم منصوري معتبر انه عم يعمل انجاز بزيادة قيمة الاحتياطات عنده بس نتائج هالسياسة عم نشوفها هلأ الحكومة مش قادرة تحول تحصيلات مؤسسة الكهرباء لدولارات تسمح بشراء الفيول ولا قادرة تدفع المستحقات الناتجة عن شراء الفيول العراقي اللي تجاوز تقيمتها 1.5 مليار دولار والتمن انقطاع الكهرباء عن المرافق الحيوية ووسيم منصوري مفكر حاله عامل انجاز ووزير الطاقة وليد فياد نيم او عم يسبح